اشتركوا في القناة أسسة الفقيه التثواني للعلم والأدم بجميع أفرادها بإحياء الذكرى شخصية استثنائية بكل المقاييس علماً ووطنية وتضحية وجهاداً والتزاماً والقيم والموت للعليا ذلكم هو الفقيه العلم المطلع سيدي محمد مختار سوسي رحمة الله عليه معلمة المغرب موسوعته الفكرية والتاريخية والأدرية والذي ملأ ذكره الأسماع طيلة دست الأول من القرن الماضي ولا زال ذكره وذكراه خالدة في نفوس مريديه ومحبيه ومقدر علمه وفضله خير من أنجبته لنا مدينة إلى غسطوسية بل خير من أنجبه لنا الجنوب المغربي من رجالات وطنية فتة غيورة على بلادها وثقافتها وتراتها العربي والأمازيغ والإسلامي تلقى علمه الأولية في بعض الزوايا والمدارس العلمية التي كانت تزخر بها منطقة سوس ثم انتقل في مرحلة من شبابه إلى عاصمة الجنوب مغرابش التي كانت تعتبر مركز إشعاع علمي وثقافي وهناك انتظم في سلك طلال جامعة ابن يوسف حيث أخذ عن فطاح العلمائها وفقهائها واحتك بالعديد من متصوثيها حتى أصبح رائدا من رواب الفكر الصوفي في سلوكه وتعابله وأخلاقه وللإكمال دراسته وتقوية معارفه وعلومه انتقل في مرحلة ثالثة من حياة العلمية إلى مدينة فاس ودخل جامعة القرونيين التي أصلح من أنبغ طلابها وهناك ارتاد النجالس العلمية والأدبية ولازم العديد من شبوخها وفقهائها وأدبابها ومؤرخيها فخرج من ذلك بعلم جمي وتجربة سليدة من نورها لإجزاء العشرين وصوث العالم وغيرها رجالات العلم والفقه والأدب والتصور والتاريخ وأصطل بأحداث ومقائع ما كان لنا أن نعرفها ونطلع عملها لو لا بغض الشيخ نجلي سيد المختار رحمه الله وجهوده في إبراسها والتعليف لحقائق العلم فترات منطقة السوس بكل ما تزخر به من تنور في الشخصيات والمقائع والأحداث يرجع الفضل في انبعاتها بعاملنا الفتر ومؤرخنا الجلي وإذا ذكر الأدب والشعر فهو صاحب النطر البليغ والشعر البليغ والمعاني الرفيعة ومحسنات البديع التي تنمي عن تمكن تام بأسرار الغغة وجمالها مع المحافظة على القافية والعروب وإلى ذكر التصوف فهو الصوفي المرتدي الذي استطاع أن يزارج بين الفكر السلفي والفكر الصوفي دون مغالات ولا هلوب في تغليل هذا الجانب على ذلك وقد انعكس ذلك على شخصيته الفترة وأسلوبه المتميز بالحياة وفي التعامل وطريقته المكلة في الحياة العفضة عن جن وليه جانب وإنكار ذلك وقد لمست ذلك عن قر باحتكافه ومجالسته عند زياراته المتقررة لبيتنا بسلام ومرافقته والاستفانة منه ومن مذاكراته وأحاديثه مع وارد رحمه الله وأنا ما زلت إذاك في طول الطفولة وبداية مرحلة الشباب وهنا ترجع بالذاكرة إلى أواخر الخمسينات من القرن الماضي وسني إذاك لم تتجاوز الثانية عشرة من عمري حيث استحبني والدي مع آخر أستاذ محمد حفظ الله في رحلة قام بها وفقة شيخنا الجليل سيد المختار الذي كان وقتها وسيرا من إحباس وكان بالروفقة أيضا ابناء الفقير سيدي سعيد وسيدي عمي عزيز وكانت الواجي وشلواج وشهة تدوان مرورا بمدينة وزان ثم الشار وكان النبي وعند مخطف تدوان المرفوم محمد عبد وفي صبيحة اليوم الموالي كانت الوشهة الطانشة قاصدين عالمها الجليل من طرفه سيدي عبدالله النوم وإذا لم تخن الذاكرة فقد كان بالروفقة أيضا العلام سيدي عبدالعزيز بن عبدالله أمد بالضباء في الرمه كانت رحلة علمية تاريخية فكرية بالتياز وما زلت أتشخص شيخنا الجليل سيد المختار رحمه الله يقلو على الوالي لفصولا من كتابه المعسوم ونحن في طريقنا إلى تدوان كما تحضرني أيضا رحلات أخرى وزيارات متكررة لكل من العلام المرفوزين للمدل الخصيف حدى ضواعي مدينة الرماط وكذلك الجلسات المتعدلة التي كنا نذهب إليها في بيت سيد المختار بمنطقة أمدال ويمكن للقوم بأن معظم المجالس التي كانت تشبع والدي مع شيخنا الجليل سيد المختار في بيتنا رسلا إذا وكنت أحارم في استراع السمع للاستفادة مما يبور فيها من درر ومناقشات وحوارات علمية أحيانا كانت تكون الحاملة الوطيس فطفولتي وبداية شبابي عايشت هذه المرحلة المذيئة بكل تفاصيلها وقد كان سيد المختار سوفي رحمه الله بالنسبة وبالنسبة للعائلة برمتها بمثابة العم الشقر لا يكاد ينظر يوم أو يومين إلا ويطلع علينا شريعا بمحياة في مدينة سمع إنها الأفوة في الله وصداقة العظم والقواسط المشتركة التي كانت تجبعه معواني رحمه الله في مجالات شدة علما وفكرا وتصوفا ومرتقدا وسلوكا في الحياة إنها مجرد خواطر واستحضار ذكريات مشوبة بعواطف جياشة أيقظتها هذه المناسبة العزيزة وإنها ليست دراسة أكاديمية لشخصية الفقير سيد الأخفاء ولا هي ببحث جامعي إن الجوانب المضيئة والنواحي المشرقة في شخصيته متعددة ومتنوعة كل واحدة منها تستحق أن تفرض بكتاب إن شخصية المختار سوسي رحمه الله تعتبر بحق نموذجا حيا ومثاليا لما ينبغي أن يكون عليه كل عنصر أمازيغي في المغرب لما تميز به من غيرة قومية ووطنية ودينية وإسلامية فلنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يشمله برحمته ويغمره بكرمه وجوده وإحسانه وأن يجعله في عذاذ المؤمنين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يجعل الله الخير والبركة في خلفه وأبنائه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جذير وإنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لنا الأخ الأستاذ أحمد تطواني شكرا للمشاهدة